أهلا بكم معاكم جمال سعال من جي سلام ديزاينز النهاردا نتعلم مثل نعمل الافكت داوت الافكت كان فيه حد بعدهودي من فترة طويلة جدا على الجروب وبصراح ما كانش عندي وقت فاضي ان امعه بس دلوقتي الوقت بقى متاح في يالبايا نبدأ على الدرس على طول او التوتوريال نشوف فى تعمل هذا مثل طبعا انا خلي دا عندي كرفرنس عندي مش محتاج الـLayer في حاجه بس هبدأ انا عملت ايه في عندي فولدر هنا جمعت فيه الحاجات كلها اللي انا استخدمها بحيث ان انا مضايقش وقت كتير في التوتوريال هسيبلكوا رابط او اللينك تحت في الوصف للحاجات دي كلها لو انتم محتاجين انها عاوزين تعملوا نفس البوستر او نفس الافكت هتلاقي موجودة تحت الوصف اول حاجة محتاجة اعملها انا محتاج ان انا ننزل ال background دي بضغط على ده هنا وبسحبه وبعدين اعمل زوم اوت وابدع ان انا اكبر ده دي هتبقى الخلفية بتاعتي و اقول له اوكي الحاجة التانية محتاجنا انا نجيب الشخص اللي هشتغل بي انا طبعا جبته وعملت له كات اوت او قصيته من الخلفية بتاعته تقدر تعمل دوت بنفسك لو مش عارف ازاي او انت جديد كنت عملت كزا توتوريال او كزا حلقة عن الموضوع دوت هتلاقيها موجودة على القناة المهم يكون اي شخص عندك او اي سبجك يعني وانت قصه من الخلفية وخلي عنده خلفية تكون بنفس الشكل دوت دلوقتي انا عندي ده ده زي ما احنا شايفين سمارت اوبجك وهشتغل على الموضوع دوت شرحت كتير قبل كده قول تخليك على سمارت اوبجك او سمارت لير لانه بيسهل معاك لو فيه تعديل او اي حاجة زي كده اول حاجة محتاج ان انا اعماله هنا محتاج ان انا اعمل دوت احاوله black and white احاول ده ازاي لو جيت عندي على image فوق هنا نضعت على image adjustment تلاقي في عندي حاجة اسمها black and white احاولك الصورة بالشكل ده اقول لي اوكي مش عاوزها لعف اي حاجة ومحتاج اضيف حاجة تانية اللي هو oil painting بس قبل معا من oil painting محتاج اخد copy او نسخة من اللير دوت اخد copy ازاي لو انا افعل الموضوع ده زي ما انا كده بضغط على مفتاح option او alt وبسحب نسخة تحت بدي نسختين من نفس الموضوع الكلام جميل هارجع تاني على اللير اللي فوق خالص دوت وبعدين اطلع على filter the lights وبعدين اجي على oil painting او oil paint انا عندي هنا رفعت كل حاجة البرامتر عندي كل اللي سلا دي خليتها فوق على اعلى حاجة اللي هو 10 10 10 الحاجة الوحيدة لم اعملتش اكتيفاشن او معلمتش على lighting او الاضاقة فانت ما تعملش اضاقة وبضغط بقول له اوكي بيدينا الشكل ده زي ما احنا شايفين كده لعملت control or command zero عشان اعمل زوم in بيديك الشكل ده انا عاوز اشيل الفكت بتاع البينتنج ده من على وشته من الجزء ده هنا بالزبط كده فبعمل ايه وانا ويقف هنا كده بضغط على new mask وبعدين باجي عندي باجيب فرشة عادية خالص نعمة وخلي عندي flow 100 تأكد ان انا وقف على black وابدا ان انا اشيل الفكت دوت من هنا من الجزء ده كده من اخيره كده brush اصغر وابدا اشيل دوت من على الشفايف مسلا والودان كمان يعني وهاكذا حسب انت ورحتك يعني بس انا عاوز اشيله من على الوش وابدا ان انا اكمل بعد كده الحاجة اللي بعد كده عاوز اعملها عاوز اضف له شوية texture عاوز اخليه dirty يعني يكون مش نضيف وشه كده مليان بقى لو ايه شحم وكلام من ده فارجي عندي الفولدر بتاعه هلاقي في عندي الصورة دي dirty metal color بسحب الصورة دي بحطها هنا كده على الجزء دوت وبعدين بقول له اوكي انا الصورة عندي موجودة انا سميت الحاجات الموجودة او الافكت اللي هتعملوا عليها انا في الحال دي عاوز احاول دوت على color burn حاجة زي كده وخليه على 80% او 80% opacity كلام جميل وانواف هنا كده عاوز اضغط على مفتاح alt او option زائد الماسك دوت هيعمل لي ماسك اسود هيخفي كل حاجة هرجعت هنا اجيبي البراش الفورش عندي زي ما انا تأكد انا واقف على white وابدأ ارجع الحاجات دي كلها بقى على وشه بس بس مش عاوز اتكون تقيل اقوي فهقل عندي الفلو خالص مثلا على حاجة و30 حاجة و20 حاجة زي كده مثلا وانا واقف هنا اكبر على الماسك بتاعي اكبر الفورش عندي شوية وابدأ ان انا اشوف عاوز ارجع ده control command Z عاوز ارجع ده فين بالزبط انا عاوز ارجعه في الاجزاء دي كده عاوز اخليه يكون ما يبقاش نضيف يعني على الودان كمان حاجة هنا ك كده وحاجة هنا تقريبا حاجة بالشكل ده لو انت حاسس ان ده كتير قوي تقدر تقلل من الموضوع انا هقلل كمان شوية يمكن اقلل من 80 حاجة كمان ممكن اعملها لو عايز اقلل الحاجات دي اكتر double click هنا وتيجي على option blend F تضغط على مفتاح option او alt وبعدين تيجي هنا كده انا اقول له عاوز ابيان لي الابيض اللي تحت وابدأ ان انا اعمل الموضوع ده زي ما انا شايفين كده حاجة بسيطة خالص هيبدأ يقلل لك الموضوع ده وقول له اوكي طب كلام كهاز ج لغاية دلوقتي عملنا الموضوع ده كله محتاج ان انا جمع كل الليرات دي انا طبعا هقفل ده اخليه hidden for now هعلم على كل الحاجات دي كلها وعاوز اخليها في smart object لوحدها مش group هقول لكم دلوقتي لو عملتها group الخطوة اللي جاية مش هتشتغل فلازم دول يكونوا في smart object او smart layer اعلم على كل حاجة بعدين right click وقول له convert to smart object هيديني الشكل ده زي ما احنا شايفين كده ارجع تاني على الفولدر اللي عندي اللي فيه الحاجات دي كلها انا محتاج ال paint او اللي هو الشكل الافكت تاع البنت دوت وعا ابدأ حركه وعمله placement في مكان محدد يعني اخلينا اكبر ده شوية حاجة زي كده وابدأ ان انا مسلا احطه في صغرها كمان شوية حاجة زي كده مسلا اعاوز احط ولياكن في الجزء ده طبعا موضوع placement او مكان تحط الحاجة ده ده شيء يرجع لك انت المهم نرجع لخطوة بتاعتنا اللي انا عاوز اعملها دلوقتي محتاج ان انا اعمل ايه محتاج ان انا اعلم على دوت كده اغغط على مفتاح control او command command لو انت على ماك control لو انت على pc او windows بضغط هنا واقف كده بضغ انا مش محتاج دوت اخفيه بس عشان اشوف انا بعمل ايه محتاج اخد نسختين من الموضوع ده من الصورة دي control او command جي عشان اخد نسخة control او command زائد حرف الجي هيدي نسخة فوق هنا اوز كمان نسخة control او command جي اصبح عندي في نسختين دلوقتي انا اشتغل بيوم انا مش محتاج دلوقتي بس في حاجة قبل من اشتغل على موضوع النسخ دي عشان اعمل موضوع الجلد الافكت او الدهبي او كلام دوت محتاج ان انا اعمل شوية شخابيط او اضيف حاجات من دوتك تعمل ده ازاي الموضوع سهل جدا انا اهردكو عملته ازاي بس انا عملت اكسبورت ال png صورة سهلة عشان سهل معي بس اشتغل لكم بسرعة عملت ازاي لو انت عايز تعمل شخابيط او تكشور على الموضوع بتاعك بتيجي هنا عندك على الفرشة وتختار مثلا في عندي دوت في عندي مثلا دوت بيجي موجود تقدر نزله من على موقع ادوبي فري في عندي فرشة هنا خليني بس ادور عليها الفرشة دي عبارة عن pencil لو ديبش موجودة عندك اي فرشة موجودة عندك عندك بتديك نفس تقدر تعمل دوت فرشة بيكون موجودة هنا باجي بعمل نيو لير في الموضوع ده وابدأ ان انا كماند زد اجيب كالر من الوان دي وابدأ امشي على مثلا حاجة زي كده على موضوع مش حارف ايه الاول اعمل الخطوط دي كلها وبعدين لو عاوز اعمل شخبط او كلام ده بقال لخالص وابدأ اعمل حاجة مثلا زي كده دي الفكرة يعني بجيب فرشة تعمل موضوع ده طبعا اعملت دوت وجهزت عشان من ضغاش وقت همسح اللير دوت وارجع تاني للفولدر الل عندي عندي اول حاجة هنا اجيب ده كده لاحظين معي بتغير بقى بتجيب الالوان اللي انت عاوزها والكلام ده كله طبعا انا عملت دوت بنفس الفكرة بيديك موضوع الشخبيت دي كانها رسمة او كلام من ده موضوع افكت بسيط خلص فدي عندي اول صورة بعد كده في كمان صورة ارجع تاني بنفس الفكرة عملناها برضو اللي هو موضوع الشخبيت دي بيديك الشكل دوت ببدأ ان انا احرك دوت زي ما انا عاوز عاوز اخليها هنا مثلا وابدأ اوكي كنترول او كماند بيديك شكل العلامات دي موضوع الشخبطة او كلام ده الموضوع بسيط جدا مفوش اي حاجة صعبة طيب كلام كويس ارجع تاني بقى الموضوع انك لو نتكلم فيه انا هخفي اللير الفوق ده دلوقتي مش محتاج ان انا اظهره حالين فهم جانا في خافي ده دلوقتي ده ده وانا احاوله لسمارت اوبجيك عشان نشتغل عليه وعاوز اغير الالوان بتاعت الموضوع ده عاوز اديها لون ده بشوية اعمل ده ازاي وانا اقف هنا كده طبعا في كزا طريقة تعمل موضوع الجولد افكت بس دي طريقة تانية مختلفة او بسيطة خلص بين غير الكورفز والكلام ده كل فبارجع تاني وانا اقف هنا كده بطلع على امج وقوله ادجاسمنت وبعدين بقوله هيران ساتوريشن وارجع اقوله كولورايز بضغط على العلامة دي وعالي ده عندي خلص كده عشان نشوف انه بعمل ايه وازود كمان لايتن شوية هبدأ احرك السلايد ده لغاية ما وصل لون اصفر او ده بيعني ما بين البرتقاني والاصفر شوية مؤقتا لغاية ما نشوف احنا ايه بالزبط اللي احنا محتاجينه حاجة زي كده مثلا مهم بقى عندي الموضوع ده وبعدين مرة تانية دبل كليك على اللير دوت هاوز اعمل دروب شادو فبقى هنا كده هجرب دروب شادو الاول لو زبط معي اشتغل به ما زبطش معي هشتغل مع البوفل انبوز عندي هنا الدروب شادو اداني الشكل لازم انتوا شايفين كده بس مدنيش هيرلايت انا محتاج شوية اضاءة فخليني الغي ده كده وارجع تاني على البوفل انبوز بيديك الجزء ده انا واقف هنا كده بختار لون مثلا زي ده يكون قريب من لون اللي انا شغال به ولون تاني مثلا اسود او على حسب السرعة اللي انت شغال حاجة زي كده مثلا انا اكتفي بدوت دلوقتي طبعا اختارت عندي هنا بوفل انبوز اختارت انر بوفل اختارت سموذ وده الكمية اللي عندي والسايز وانبوز اونلي وبعدين بقول له اوكي فادي عندي حاجة هنا كده دي بالنسبة لالوان هرجع بعد الوقتي بالنسبة للجزء اللي فوق دوت محتاج ان انا اعمليه محتاج ان انا اعمل حاجة اسمها امبوز فبضغط على ده بخلي اكتف رايت كليك بخليه كونفرد سمارت اوبجيك وبعدين بطلع فوق على فلتر وبيجي على است استيلايز امبوز طبعا امبوز ده تقدر تزود او تقلل زي ما انت عاوزت كمية انا اتعاوزها لو انت طلقت فوق كده مش عايف ايه انا اعاوز اخلي مثلا حاجة مثلا حاجة كده مثلا جزء ده انا اقلل شوية مرة تاني قلت الحاجات دي كلها بتكون بترجع لك انت انا اكتفي بالجزء ده لغاية دلوقتي عشان الحلقة والوقت هرجع خلي ده تخليه اوورلي وهرجع لتحت ده تحليه على نورمل هحاول اشوف مختلف يديني شكل مختلف يعني مثلا زي اوورلي عندي هنا كده في صوفت لايت في كده فانت بتخش على موضوع ده بتشوف ايه الابشن او الاختيار اللي بيديك شكل انت محتاجه او انت عاوز رايح عليه او كلام من ده يعني ولكن مبدئي انا اخليه مثلا على صوفت لايت او خليه على هارد لايت انا خليه على اوورلي فور ناو دلوقتي اخليه على اوورلي هرجع كمان شوية هنا كده افتح ده واجه على هيو ساتوريشن دابل كليك وحاول اشوف اللون ده ازوده شوية او حاجة هنشوف اللون ده احمر خالص ده او ازود ازود هنا وانا احتاج ان اضيفه اسفر شوية دلوقتي محتاج ان انا اضيف شوية او حاجات مندي على الصورة اضيف الحاجات ده ازاي قبل ما اضيف التكتشورز والكلام ده كله انا عاوز اعمل لير بحيث انه يديني شكل او الوان اللي هو color balance يديني شكل زي فلتر كده على الصورة كلها بحيث ان انا اخلي الصورة كلها تاخد نفس الشكل اعمل موضوع ده ازايف انا لو جيت هنا كده ما بين الليرين دول هنا وهم جاي جاي هنا اقول له اعمالي color balance بضغط على ده ده هاديك ثلاثة اختيارات فيه لواء shadow mid tones highlights ابدأ الاول مع الشادو هنا هبدأ اغير الارقام او الاحجام الموجودة هنا بتاعت اللون red sign مش عارف ايه المجنتا زي ما انتوا شايفين في اول واحد اخلي مثلا على خمسة واجه احول على الجزء الثاني اخليه minus او سالب ستة واجه في الخانة اللي بعدين اخليها minus 12 وبعدين امشي احول على mid tone هخلي ده صفر صفر واخر واحد عندي هنا هخليها minus 4 لحظوا معي الصورة بتتغير ازاي ده الالوان بتاعتها هرجع تاني على موضوع highlight برضه هغير موضوع الالوان دي ابدأ باول واحد عندي فوق خالص اخلي دوت ستة واللي تحت منه خليه minus تسعة والاخير خالص اخليه minus 46 طبعا لو انا حطيت ده فوق خالص هنا كده بيدينا الشكل دوت على حسب زي ما قلت انت بتعاوز تعمل ايه لو انت مش عاوز ده يكون فائع قوي تقدر تخلي ما بين الليرين دول انت ورحت خلينا نحط معقا اول layer فوق خالص لو انا شايف دوت الافكت عندي عالي قوي اقدر اقل الopasty هنا شوية موضوع الimpose دوت او لو حتى شايف الcolor عندك عالي نفس الفكر اقل الopasty شوية وهكذا الموضوع مش صعب جدا ولا حاجة انا بس محتاج ان اقلل highlight هنا شوية لان انا شايف ان دوت كتير جدا فانو اقف على layer دوت بطلع فوق هنا كده على image adjustment لو جيت على brightness افتح ده اقلل brightness شوية وقول له اوكي مرة تاني ارجع عالج موضوع الالوان دوت لو انا حاس انه مديني لون احمر شوية ببدأ ان انا احركه ناحية الاصفر وقول له اوكي يديك حاجة كده ولياكن يعني كلام كويس وانوائف هنا برضو محتاج ان اضيف كمان textures مجهز هنا ثلاث انواع من textures هنا عندي في اول واحدة خلينا احرك ده كده هجيب اول واحدة عندي يحطوها هنا وضغط اقول له اوكي عندي اول واحدة كده هخليها على hard light وهخلي عندي موضوع الopasty 17% او 17% او يعمل ده كده 17% وبعدين اجيب عندي اللير البعدي textures number 2 اخليهم بالترتيب كده يعني عندي واحد اعفوا اخلي واحد اثنين والثالثة هتيجي فوق اجعل رقم اثنين دوت برضو نفس الموضوع اخليه overlay وخليه زما هو 100% واجيب عندي اخر واحد خالص هنا paper textures number 3 overlay وباستي 31 وانوائف هنا كده بخليه overlay وبقل الدوت بخليه على 31 لو حاسس موضوع الالوان او اللول highlight في الموضوع الimpose اللي احنا عملنا دوت فاقع قوي تقدر تعالج دوت انا برضو في حاجة مش مريحاني هنا موضوع الbrightness ده انا هشيل دوت لو انا سحبت ده كده وعملت له delete رجعني تاني على نفس الشكل الاصلي من غير مضيف الbrightness لسه عندي دي فاقع شوية هنعالج دوت حالا بس ابناء الموضوع دوت زي ما قلنا لو انا عملت هنا كده البوفل امبوز double click هنا موضوع الالوان دي تقدر انت تقللها شوية انا جيت هنا قللت لاحز معي بيقل شوية مش فاقع قوي زي ما انت شايفين كده الموضوع اللي هو الhighlight اللي فوق دوت والshadow بخليه عادي على 100% لاني محتاجه كده بقول اوكي وانواعي فاقع دوت لو حاس ان هو فاقع او معاك او لون شديد او يتقدر تيجي على الاوباستي تبدأ تقلل شوية زي ما انت شايف كده وبتبدأ بعد كده بعد تعالج مع الموضوع دوت او تضيف حاجات تانية لو انت محتاج او 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 زي ما انت محتاج يعني انا اخر حاجة عملت دلوقتي هاخد انا copy من كل الليروس دي بضغط على control او command زائد option او alt shift اي بيعمل لي snap او screenshot للصورة اللي انا اخدتها دي هحول دي كمان smart object control convert smart object وابدأ بس اشتغل شوية مع موضوع الفلتر دوت اعدل شوية في الوان وكلام ده camera raw filter اول حاجة عملها هانزل تحت على effect واعوز اضيف اللي هو vignette مش كتير او حاجة بسيطة بالشكل دوت انا جيت هنا على basics اقلل sin exposure contrast highlight اقلله شوية لاحظ معي عشان موضوع highlight اللي في النص ده اقلله شوية والشادو ارفع الشادو عندي اسملة بسيطة white اللي تزودة من هنا يديك بردو textures عالية جدا والclarity نفس الموضوع brightness ادي كل الحكاية بعدين بقول له اوكي بيدينا الشكل دوت فدوت كده قبل ده بعد ده بعد ده الموضوع بكل وساطة ربا اضيف بعد كده كتابة لو عاوزت عندك حاجة معينة ممكن تكتب اي حاجة التايتل بيكون هنا والعنوان او كلام من ده تكتب اي حاجة انت محتاجها دي لورم ابسم دوت اختار اي فونت تاني منتصرات وليكن حاجة زي كده وبعدين بابدأ ان اقلل حجم الفونت عندي مثلا حاجة زي كده واضيف لون مختلف لون ابيض وليكن عشان نشوف وابدأ ان اعمل عملية توزيع زي ما قلنا توزيع ده بيكون حاجة اسمها tracking بابدأ ان انا اكبر كده وليكن حاجة زي كده مثلا وقول له كده خلاص الموضوع كده معي انتهى بارجع تاني على الموف تول وابدأ عدل وعاوز اقلل دوت بقدر اقلل زي ما انا عاوز اخلي صغير كده فده الموضوع عندي بكل بساطة الموضوع ما كانش صعب جدا ولا حاجة حاول انت تخش وتجرب الحاجات دي كلها سيب لكم اللينك زي ما قلت تحت في الوصف الحاجات دي كلها اللي استخدمتها لو عندك اي سؤال سيبهولي تحت او بعتلي سؤال على الانستجرام هرد عليكم ان شاء الله اول ما هيجي وقت ادي نهاية تحلقاتنا النهاردة شكرا على المتابعة كان معاكم جمال سالم عاشها تفاول واشوفكم الحلقة الجاية في امان الله